بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد أهل الطيبين الطاهرين أحبائي أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معنا في عقل ودين هذا البرنامج الذي نعالج فيه كثير من المفاهيم الأخلاقية والمفاهيم الإسلامية من جانبين جانب ديني وجانب علمي في كل جانب من هذين الجانبين سوف نثبت كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بأي مفهوم بأي صفة بأي خلق بأي فضيلة إنما هناك فوائد تنعكس على حياة الإنسان من ناحية دينية ومن ناحية علمية تنعكس على حياته صحياً نفسياً جسدياً روحياً عبادياً في هذه الحلقة نحن نتحدث عن الصوم الصوم له أثر كبير في حياة الإنسان المسلمون ينتظرون ثلاثين يوماً يصومون فيها في أهي شهر رمضان المبارك هل الصوم له آثار نفسية وجسدية؟ هل الصوم يأخذ الإنسان فعلاً في بعد روحي كما يأخذ الإنسان أيضاً في بعد صحي؟ هل الصوم يأخذ الإنسان جسدياً إلى أعلى المراتب كما يأخذه روحياً إلى أعلى المراتب؟ كل ذلك أيها الأحبة سوف نجاوب عليه في هذه الحلقة فتابعونا